السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم كانت رحلة الإسراء والمعراج تكريما وتعظيما لمكانة رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام حادثة حملت السعادة لقلبه نفست كربه ودعمته معنويا وكانت عونا له وسندا في استمرار الطريق وتبليغ هذا الدين ولكن هذه الحادثة بذاتها على قدر ما كانت سرورا للنبي صلى الله عليه وسلم تشكل ذكراها صفعة في وجوهنا جميعا لأنها في كل عام لا أقول تذكرنا لأننا لم نمسى بل هي تؤكد الحقيقة المرة بكون مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد في ظل الإسلام والمسلمين إنه الألم الكامن في الأعماق غصة في النفوس لا تزول نرنو إلى تحرير مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام ولكننا نتصور أن تحرير الأقصى إنما يحتاج إلى قائد رباني عظيم نتنادى إليه ونلتف حوله ليخوض معركة بطولية فننتصر ونسترد أرضنا لذلك تجد الأمة اليوم تنتظر قائدا كمثل عمر وأبي عبيدة أو مثل نور الدين وصلاح الدين واسمحوا لي أن أقول لكم إن هذا خطأ كبير ليس الأمر بهذه السهولة وما كان أبدا التحرير يأتي بهذه الطريقة طريقة المستعجلين إن التاريخ يعلمنا أن معركة التحرير النهائية ليست سوى الخطوة الأخيرة من المشروع الكبير وذلك أن معركة التحرير متعددة الميادين آخرها ميدان القتال وهناك قبل هذا معركة نفسية ميدانها الضمير والنفس وهناك معركة قيمية ميدانها المجتمع وهناك معركة فكرية ميدانها العقل وهناك معركة إصلاحية ميدانها النظام الاجتماعي بكل جوانبه الإدارية والسياسية والاقتصادية إن الاحتلال الصليبي لبيت المقدس سبقه اضطرابات فكرية تمثلت في التعصب المذهبي والجمود الفكري وسبقه اضطرابات اجتماعية تمثلت في انتشار الرذائل والزنا والخمور والملاهي وظهور نظام الطبقات المجتمعية وكذلك سبقه اضطرابات سياسية تمثلت في تنازع الأمراء وانقسام البلاد وخيانة البعض وولائهم للأعداء وسبقه أيضا اضطرابات اقتصادية تمثلت في غلاء الأسعار وانتشار الفقر والمجاعات إن هذه الاضطرابات هي السبب المباشر في إضعاف الأمة وان جعلها لقمة سائغة في فم الاحتلال الصليبي وفي المقابل فإن تحرير بيت المقدس من الصليبيين لم يكن أبدا بمجرد ظهور قائد خارق مثل عماد الدين أو نور الدين أو صلاح الدين بل لم يتحقق إلا بعد عمل شاق وطويل وكان التحرير بعد معالجة لكل هذه الاضطرابات ومواطن الضعف ولا نبالغ إن كلنا إن الجنود المجهولين لتحرير الأقصى من العلماء والمفكرين والمصلحين والدعاء لم يكن دورهم يقل أهمية عن دور صلاح الدين وما أشبه اليوم بالبارح الاحتلال الصهيوني لفلسطين لم يكن إلا بعدما أصيبت الأمة بنفس الاضطرابات السابقة التي كانت ما قبل الاحتلال الصليبي ولن يتم تحرير المسجد الأقصى المبارك ولن نستطيع أن نطرد عدونا إلا إذا عالجنا هذه الاضطرابات وسددنا مواطن الخلل وكان هناك مشروع متكامل يشارك فيه الجميع بلا استثناء إننا ومن هنا كلنا مسؤولون علينا واجب ولابد أن تعرف أخي الكريم وأخت الكريمة بأن كل خطوة تخطوها لإصلاح نفسك أو أبنائك وأهلك أو لدعوة غيرك أو لتنمية مجتمعك كل مشروع خيري تقوم به كل مظلوم تنصره وكل ضعيف تعينه وكل كلمة حق تنطق بها أو أمر بمعروف ونين عن منكر إنما هي خطوات على ضرب تحرير الأقصى والمسرى بإذن الله اللهم انصر ديننا وحرر مصرانا وحرر البلاد والعباد من دنس الاحتلال والغاصبين اللهم انصر بيد